حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثني موسى بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأم قومه قال ثم قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذاء الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء حانا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نظرة قال أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لأن على مصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسنا ثم أتينا بطيب فتطيبنا ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاثة فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين فيصير أهله ثلاثة فرق فرقة تقول نشامه ننظر ما ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السياجان وأكثر تبعه اليهود والنساء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاثة فرق فرقة تقول نشامه وننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصابوا سرحهم فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم لا يحرق وترى قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ ناد مناد من السحرية أيها الناس أتاكم الغوث ثلاثا فيقول بعضهم لبعض إن هذا لا صوت رجل شبعان وينزل عيسى بن مريم عليه السلام السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم روح الله تقدم صلي فيقول هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيصلي فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رأاه الدجال ذابا كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندتته فيقتله وينهزم أصحابه فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حتى إن الشجرة لتقول يا مؤمن هذا كفر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كفر حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أبي مضرة قال أتينا عثمان بن أبي العاصل نعرض عليه مصحفا لأن على مصحفه فذكر معناه إلا أنه قال فليس شيء يومئذ يجن منهم أحدا وقال ذابا كما يذوب الرصاص حثنا هاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيدي بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامري بن صعصع تحدثه أن عثمان بن أبي العاصل الثقافية دعا له بلباء ليسقيه قال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النارك جنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن ثلاثة أيامين من الشهر حثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلم تقال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال ينادي كل ليلة ساعة فيها مناد هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاصي وامرأة من قيس أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم أغفر لي ذنبي خطأي وعمدي اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي حثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرفي بن عبد الله أن عثمان بن أبي العاصي قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال اقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا حثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر المدينية أخبرني يزيد يعني ابن خصيفة عن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاصي قديم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذه وجع قد كد يبطله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع يمينك على مكانك الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات وقل أعوذ بي عزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق يعني محمدا عن عبيد الله أو عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاصي إلى ختاء فأبى أن يجيب فقيل له فقال إن كنا لنأتي الختاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاصي فأمر لي بلبان لقحة فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من عذاب الله كجنة أحدكم من القتال وصيام حسن ثلاثة أيامين من كل شهر قال وكان آخر شيء عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلي إن قال جوز في صلاتك وقدر الناس بأضعفهم فإن منهم الصغير والكبير والضعيف وذاء الحاجة حدثنا يونس حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاصي فذكر معناه حثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن أن أبن عامر استعمل كلاب ابن أمية على الأيلة وعثمان بن أبي العاصي في أرضه فأتاه عثمان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الصمد في حديثه يقول إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي مناد هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له قال جميعا وإن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل لها عز وجل أحد شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا فدع كلاب بقرقور فركب فيه وانحضر إلى أبن عامر فقال دونك عملك قال لما قال حدثنا عثمان بكذا وكذا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي أن وفد ثقيف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرقل قلوبهم فاشترتوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم قال فقال إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخيرا في ديء لا ركوع فيه قال وقال عثمان بن أبي العاصي يا رسول الله علمني القرآن وجعلني إمام قومي حثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن داود بن أبي عاصمين عن عثمان بن أبي العاصي أن آخر ما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إذا صليت بقومين فخفف بهم حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلقه حثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم تحدثنا علي بن زيد عن الحسني عن عثمان بن أبي العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي كل ليلة مناد هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له حثنا معاوية بن عمر عن زائدة عن عبد الله بن خثيمين قال حدثني داود بن أبي عاصمين الثقافي عن عثمان بن أبي العاصي أن آخر كلامين كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائفي فقال خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلقه وأشباهها من القرآن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى الطائفية عن عبد الله بن الحكم أنه سمع عثمان بن أبي العاصي يقول استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائفي وكان آخر ما عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفف على الناس الصلاة حثن أسود بن عامر حدثنا هريم عن ليث عن شهري بن حوشب عن عثمان بن أبي العاصي قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كدا أن يلزقه بالأرض قال ثم شخص ببصره فقال أتاني جبريل عليه السلام فأمراني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون